هنروح لنرجع تانيا نرد لخبر مهم مع تنس الطاولة بطولة أفريقيا وزي قلنا حضراتكم النتائج الجيدة في طولة أفريقيا اللي كان لها تأثير مباشر على ترتيب اللاعبين الفردي أو الرنك العالمي عندنا دينا مشرف نجمتنا نجمة النادي الأهلي ومنتخب مصر والمحترفة في ألمانيا وفرنسا ترتقي 21 مركز في التصنيف العالمي وهنا جودة بنتنا بنتة النادي الأهلي طبعا دي صورة نجمتنا الكبيرة دينا مشرف اللي ارتقت 21 مركز في التصنيف العالمي وهنا جودة تتصدر تصنيف الشبات تحت 19 سنة رقم واحد على العالم هنا جودة بسم الله ما شاء الله وهي صاحبة الـ 15 عام دينا مشرف لعبة منتخبنا الوطني لتنس الطاولة ونجمة النادي الأهلي تصنيف ارتقة 21 مركز في التصنيف العالمي وجات في المركز الـ 29 بعد ما كانت في المركز الـ 50 عشان تكون صاحبة أحسن تصنيف لعبة مصرية وعربية أفريقية على مدار التاريخ إنجاز كبير جدا جدا يعني دي نحاقات القفزة دي بعد فوزة بتوط أفريقيا الأخيرة واللي كانت في الجزائر بعد فوزة على زميلتها يسرى أشرف حلمي بنتيجة 3-0 4-0 لأسف لو رحنا للمعجزة الصعيدة هنا جودة فنلاقيها تصدرت التصنيف العالمي تحت 19 اللي أول مرة فيه تاريخها وده بالإضافة لتصدرها التصنيف التحت 15 وتحت 17 يا جماعة يعني لازم هنا سأصمت قليلا زي ما بيقولوا هنا جودة اللعبة صاحبة 15 سنة دي معجزة دي لو في أي دولة يعني أوروبية مثلا أو أي دولة كبيرة كنت هتبقى معجزة عليهم ما بالكم بقى في مصر اللي هي بتقع يعني في أفريقيا اللي هو يعني برضو إحنا مشتوانة من زي أوروبا بتتكلم مصر بنت مصر طلع تصنفها رقم 15-1 على العالم تحت 17-1 على العالم تحت 19-1 على العالم أنا أتصور حتى اللعبات يعني يمكن أنا يعني يقدر خيركم أنت حطين صورتها ورايا يعني لأنها فعلا أسطورة لفعلا يعني 15 سنة ومعجزة أسطورة دي بقى يعني يمكن لما تجبر شوي إنما دلوقتي هي معجزة معجزة بكل المقييس وأنا الحقيقة يعني ما عنديش كلام أقوله لما يبقى لاعب بيلعب بطول اللعبة بيسيطر عليها الصينيين على مدار التاريخ ويتصدر التصديف العالمي 15-17-19 لا يعني بجد يعني إنجاز كبير تتحدث ورجم 42 على مستوى السيدات أنتوا بتتكلموا يا جماعة معجزة بنت النادي الأهلي يعني زي ما بيقولوا هي عندها سنتين تلاتة واربعة بتلعب في النادي الأهلي يعني دي خريجة أكاديمية النادي الأهلي في كل شيء هنجودة الحقيقة يعني بتعمل معجزة بتعمل ملحمة كبيرة جدا هنجودة بالمناسبة بتعمل عمرة دلوقتي هي والدتها يعني أنا عايز أقول لكم إن مهما قلنا ومهما عدنا مش هنقول الإعجاز اللي حصل ده مش معجزة ده إعجاز دي هنجودة إعجاز بجد بكل ما تحمله الكلمة من معاني إن أنت تتصدر التصديف العالمي في الثلاث مراحل السنية وفي التصنيف السيدات وإنت عندها 15 سنة وفي التصنيف السيدات 42 عشان أوصل للتصنيف في الثلاثة لازم أشارك في الثلاث بطولات في الثلاث مراحل السنية بطولات كتيرة فمتخيني حكم الجهد والجهد المبزول بيعاكس عن نتائج ونتائج جيدة في الثلاث مراحل السنية أنا عايز بس الناس تفكر أو تستحضر معي الإعجاز اللي بتعمله هنجودة ده أمانة إعجاز عشان سنها كمان صغيرة يعني دينا مش في ربنا يديها الصحة يا رب 29 عالميا دينا مش في أسطورة كبيرة أيضا ولكن هنجودة صغيرة في السن لسه عندها العمر كبير هي في التصنيف 42 أنا يعني ما عنديش كلام أقوله غير ربنا يحميك يا رب ربنا يحفظك من الإصابات يا رب تكمل زي ما هي ماشية وتستمر بإذن الله ونشوفها في يوم الأيام يعني زي دينا مش في كده ما هي الأولى عربيا وأفريقيا أو أول عربية وأفريقيا توصل لمركز 29 عالميا إن شاء الله نشوفها هنا جودة مع العمر المتوصل 21 و 22 سنة توصل تبقى رقم واحد على مستوى العالم في إعجاز وإنجاز كبير لمصر وصنع هذا الإنجاز داخل النادي الأهلي عزام الشديد خلينا نكمل أخبارنا ولكن بعد الفصل